الأحزاب السياسية جلالة الملك عندنا شجع الشباب وكان بضمانات ملكية لانخراط الشباب في العمل الحزبي وهم على مقاعد الجامعة وعلى مقاعد الدراسة وقال هي بضماناتي أنا بحماية أنا بضمانات ملكية وبالتالي انخراط الشباب عندنا في الأردن وتشجيحهم على الانخراط في الأحزاب هنا إحنا الأردن كمان يمكن يعني وضعت الشباب على أول الطريق فيما يتحلق بصنع القرار كصناع قرار وكجماعات ضغط أترك أكيد هي ملاحظة وسأترك أكيد التفاصيل عندما عليك ستي بشكرك أنك اتطرقت لهذا الموضوع لكي نوضحه نحن بالأردن الحمد لله ذهبنا بنحو العمل السياسي الحر الملتزم بالدستور والقانون بطبيعة الحال بكل انفتاح وبكل قوة وبكل ثقة بالدولة الأردنية ومؤسساتها والشباب والمرأة تم تشجيعهم من قبل نفس شخص جلالة الملك بأنه انخرطه بالعمل السياسي ولن يقوم أحد بمسائلتكم بأي شكل من الأشكال وهذه التوجيهات ترجمت على الشكل بالقانون بالمناسبة نحن عندنا في القانون لا يتم التعرض لأي شخص بسبب انتماءه الحزبي على الإطلاق بالعكس واللي بيصير إله تعرض إله حق بموجب القانون أنه يذهب إلى المحاكم للتعويض المعنوي والمادي عن هذا التعرض وهذا أدى وشجع الشباب على الانخراط بالأحزاب السياسية بين سنتين وجاء يعني إحنا عنا العمل السياسي الحزبي مشروع بالأردن موجود من عشرات السنين لكن الناس ما كانت متفاعلة معه بشكل قوي لكن بالسنتين الأخيرات لما شافوا أن التشريعات والقوانين شافت أنه في مقاعد للأحزاب السياسية والعمل البرامجي تشجعت الناس والشباب وكلام جلالة الملك المباشر بلقاءاته مع مختلف المواطنين بمواقعهم في الجامعات مع الشباب في كل المواقع تشجعت الناس ولمسنا أنه الآن لما نحلل بالأرقام عدد المنتسبين والأحزاب وصلنا إلى رقم غير مسبوق بالأردن رقم مريح جدا بمقارنة مع الدول غربية النسبة المئوية كثير ممتازة لكن فيما يتعلق بالشباب والمرأة نحن القانون كان يشترط أنه يكون عشرين بالمية من المؤسسين أي حزب شباب وعشرين بالمية أمرأة اللي بحل الأرقام بيكتشف أنه فوق الأربعين بالمية شباب وفوق الأربعين بالمية أمرأة فوجودهم كفائتين في الأحزاب السياسية هذا مهم جدا وهمة الآن نحن ننظر ونتطلع وأنه في المستقبل هم من سيقوموا بقيادة هذه الهيئات وهذه الأحزاب السياسية إذن خلينا ننتقل هنا مع علي الوزير أنا عايزة أنتقل إلى موقع الناخب أنا الناخب الأردني فعلى أي أساس أنا سأنتقي هذا الشاب سواء هو كان ضمن قائمة بعض الأحزاب أو سيكون بشكل مستقل وعلى أي أساس سأختار هذه المرأة هل هي الخبرة هل هي المشاركة السياسية هل هي وضعها تفوقها فكيف سيختار الناخب هذه المرأة نحن نتمنى أن يكون الاختيار بناء على البرنامج الأفضل الناخب عليه أن يختار البرنامج الذي يراه الأنسب الأفضل الواقع المنطقي القابل للتطبيق ولكن إذا كان هذا البرنامج هو برأيي أنا أنه هو الأفضل لكن لأنه متبنيه شابا أو أمرأة وأن لا أقوم بإنتحابه أنا أعتقد أنه هذا عيب لذلك علينا أن نذهب باختيار الأفضل في البرنامج ومن المعيب أنه ما ننتخب البرنامج الأفضل إذا كان فقط لأنه القائم عليه شاب أو أمرأة نحن ندعو إلى انتخاب البرنامج الأفضل هل فيها قوائم نسبية شكل الانتخابات البرلمانية عمل إزاي هل هي قوائم في مستقل في قائمة في قائمة حزب وفي قائمة مشكلة؟ نعم نحن في عنا مثل ما ذكرنا عنا مصارين عنا صندوقين ناخب له صوتين صوت للدائرة المحلية ينتخب فيه بمبدأ القائمة النسبية المفتوحة يعني يختار القائمة ومن ثم له الحق أن يختار داخل هذه القائمة من يريد والدائرة العامة الصوت الثاني هو للدائرة العامة وهي مخصصة للأحزاب السياسية فقط يختار فقط اسم الحزب الذي يريد وهي عن طريق القائمة النسبية المغلقة ترتيب الأسماء يكون حسب ما يقرره الحزب بوليسة شيئا معه